بسم الله الرحمن الرحيم الوحد والتعاون والأخوة والمحبة بين المسلمين هو تقوى الله سبحانه لأنه إذا وقر وتمكن وقوية في الخلب لا يستطيع أي حاسفة مهما قوية عاثبت أن تؤثر فيه ولهذا قال سبحانه في محكم تنسيده إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخوائكم واتقوا الله لعلكم ترحمون ويقول سيد أحمد الخديم رضي الله تعالى أنه وعرّى وقر كبيرهما وارحم سخيرهما وراح في كل خلق حق من خلقه فتقوى الله سبحانه وسلاه الوحيد الذي يستطيع المؤمن أن يواجه به أي قوة ويستطيع أن يجابها بها أي حسة مع سابت الخدوات ويقول سيد أحمد الخديم رضي الله تعالى أنه ورّى في بها وصاياه من أراد أن يؤتيه الله وتبارك وتعالى ما أراد في الحال والمآل فليمتسل أمره ومن أراد أن يمتسل أمره فلينوي والنية تقود إلى الامتصال ومن أراد أن يكفيه الله وتبارك وتعالى ما يخاف ويكره فليجنب النهيه ومن أراد أن يجنب النهيه فلينوي والنية تقود إلى الجنب والنية الصالحة أن تنوي فعل كل أمر أمرك الله تعالى بتاعاته وترك كل ما نحاك أنه بغير غفلة فإن الله تبارك وتعالى يقول ومن يتق الله يتعاله مخرجا فالله تبارك وتعالى في كل مكان بعلمه وملكه وخدرته فالتقه بالامتصال يهديك ما تمنى وبالتناب يكفيك ما تخاف وتهرب منه ولا تكون من الخافلين اللهم اهدنا إلى سواي سراتك المستقيم اللهم اهدنا فيمن هديت وتولينا فيمن توليت وكفنا شرما خديت إنك تقدي ولا يقضى عليك ربنا آتنا في دنيا حسنتا وفي الآخرت حسنتا وخيرنا عذاب النار ربنا إننا سمهنا منادين ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمننا ربنا فأخفر لنا سنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا آتنا ملدونك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رصدا ترجمة نانسي قنقر